موسيقى وهيا بنا نبدأ مع بعض بهاي التمرين يعني الاستاذ فهمنا انه احنا بنتقيد الان معطينا القانون لو فيش قوامين كيف ننحل كدور التأسيس احنا فانا مسكت الدوسي لانه الصفحة اللي هون فاضية وانا بدي اضلي فاتع نفس صفحة الاسئلة ها واحل عساس انه مش شافي الصفحة الوراء ما هو بكون الحل عليها هيك الافضل فاول سؤال بيقول لي ارسمع افضل خط بياني مثل علاقة بين اي كابتال وار سمول في القانون طبعا انا القانون هنا مفضي كنت بيش مشكلة ما هو القانون ما اعطينا ايا ايا انا هامني الرسمي اللي هون بس والله طلع كتبت القانون طلب بين اي بقول له هي وبين ار هي ار يعني مكشوفات خطوة الاولى وضعت القانون خطوة الثانية بحدد مين ويكس وي سوف تشوف هاي واي وهاي محور اكس يلا ندور عليهم يلا هاي واي طلعت طلعت هي تحت بس شو يعلوها تربيع لا احترمها انها بالمقام تفرج وما بتفرج ما بدأنا صح وهذا اللي فوق والله ساد ما بلزمك هذا كل حفلة كاملة خمسة بعشرة اتنين بثلاثة كل مقدار شماله ثابت فشوف هاي تساوي ايه كونستانت على اكس تربيع اكس في البسطولة في المقام وين يا محمد في المقام والاسموجب خلص مدام نسبة عكسي بعمل كيرف زي هيك صح؟ مية بالمية هيا بنا هيا بنا لو جيت على السؤال الثاني بقول لي ارسم افضل خط بياني يمثل العلاقة بين والكابتل فيها العلاقة ستشوف هاي قراتة وليش محور واي وهاي محور اكس بعدين باجي على القانون لو خطوة واحد حطيت القانون باجي بقول انتي واي طب ليش نحط دائرة على ايه قبل شوية حطين على ايه لا السؤال تغير قال لي انا ما برسم الآن مع ايه ثبت المساهة وغير الطول كمثال فالدائرة حسما طلب هي فوق صارت في البسط صح؟ طب رو على ايه ايه عروق كيف قبل شوي كان من حسن محمد ان السؤال الاول كان فيه خربطة محمد فواحد على ار والله ار ضل مقدار شو ما قاله ثابت هاي على هاي رح يعطي عندك في النهاية ايش ثابت تطلع هاي واي انا مرات بحب اسلوب المسح باجي بمسح هاي بنزل مكان هواي باجي بمسح هدول بقول مكانهم ايش ايه هاي بتضل فوق في البس شو هي اكس علاقة خطية طردية كبير يلا بناء يلا بناء طبعا اذا بتحبوا هسا بفضل يعني اعطي مين عندي هيك افتح صفحة جرع زيادة عشان لما نعمل ايكو 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 تقول ليسها تجيب جيب شبع القوي زي هيك وشكرا للطلاب اللي بكتبوا تلخيص ونزلوا على صفحة انينا اللي في زيادة لانو انا بدي تشجع بعض يعني ان شاء الله ما راح نقصر اطلاقا معهم الناس اللي دائما بشوفهم دعميننا ودعمين حالهم طلخيص ملاحظات شغل ايه حلو ايه حسيت انك استفدت منها اكتوبها تلفت نظر الطلاب والله اليك اجر احنا مش قاعدين متدور والله بدنا لايكات وبدنا تفاعل على الجروبات بالاكس يعني بدنا نعطي بعض طاقة فقط لغير هم ورد ثلاثة عم بقول لي ارسم افضل خط بياني يمثل علاقة بين البي والفي في القانون هذا كتبت القانون اثنين هاي واي شو اعرفك هو قلني واي اكس تمام وهاي بالنسبة الي احنا مفروض عن جد ما اعطيكم مؤسسة الضعدار عشان تفهم كيف تيجي بالوزارة فصفت هاي بالنسبة الي هاي دحكيها انا هون حطت ملاحظة انه اي اشي واحد على ار اللي صارت معانا قبل شوية تتذكروا هاي بالنسبة الي في النهاية شو بقدر احكي عنه ما في مشكلة طب اجي بقول للطالب بالله تطلع هاي هاي واي واحد على ار اي دحلالة حالي واحد على ار ذي شو هي اكس تربية طب شو واحد على ار ايه فصفت عندي واي تساوي في اكس تربية وين اكس البسط عليها كم اثنين طب ليه القانون نفسه حاكم طب مباشرة عرفت ان العلاقة هاي علاقة شو اسمها تربيعية اردية انا فصر الشي الحلقة الاخيرة انا بس اجيب لك وزات ما رح اجيبها هاي كي بدي اعرف وقت رح اجيب بعدها افضل خط بياني يمثل علاقة فبكون مريحك يعني عارف مين واي مين دي كاتب لك انا هنا بين اف و اه دي قاصد فيها اف وكيو يعني يمكن هنا ادي ديستانس بدهم اياه ثابت برضه بصير اذا اعتبرنا انه قاصده هان ديستانس ما في مشكلة بس هاي مفروض نطبعها ايش اف على طول يلا بنا يلا سادة ديت اول اشي عالقانون عرفت انه هاي واي جعب ادور عادي شو دي الديستانس اللي اللي يزاحر مش موجودة او الزمن خلص نفس ما حكى له استاذ انه هذا ثابت بكل ثقاءها يعني فهمك بعد صانتي بعد اثنين صانتي بعد ثلاث صانتي بعد اربع صانتي مقدار القوة كمثال شو بضله ثابت لو كان محور زمن بعد ثاني ثانيتين ثلاث اربعة برضه شو بضله ثابت لانه لا تعتمدها الزمن لكن لو وضع واحد من هدول لا تفرق معي لانه بصير موجود اكس هنا غير موجود فبعتبروا النقطران شو ماله ثابت على طول اللي طالبه انا قبل ما فوت على الرسم الخاص نحكي عنه طلعوا هذا الموضوع الجديد اللي ان شاء الله نشوف بالحصة الثالثة كيف لست بده ميزنا فيه لكن قبل ما ابدأ فيه حابب من نفسيك اشوف محمد واشوفكم لو فتحنا صفحة بيضاء وإياكم جاهز جاهز لو قلتلك في عندي قانون في المجال المغناطيسي لاحقا راه اعرفكم عليه اختار ايش هاي اميوتي انا متعود احكي الملاقط بس بديش يطلق تسمع الملاقط اخذ في عقلك يلا بويها يلا هاي اثنين متعة ثنتين من كثر النقل طبعا قصة بعرفوها كلها طلاب اكدام نمتعة ثنتين من كثر النقل نقل تا الاهل مراكز ودناكو دوسياتو جبنا لكم يا زاعة القصة فطلبت ارسم افضل خط بيان لا لا انا حكي لك افضل خط بياني يمثل العلاقة بين الرمز بي وآي كم يتالي؟ هذا اول رسمي للا من نفس القانون كم سؤال راح احضلك؟ شوفت كيف يجي السؤال؟ هيك كوزاتي راح تكون يعني شان اضمن الكل يكون صح هو ماعطيني محددلي وهي الف هاي با هاي جيم هاي دا مين الجواب الصحي محمد؟ طبعا ما بقول لي لازم في ناس في المكشات المختعات في الكوزات بيختار بغ زي ما فيش شاء الله ارحبوا لي شو بغ هيك حسيت يعني الشعور ومشاعير ومحاسيس بش فعملت زي اول مثلا رسمي تاني رسمي ثالث رسمي رابع رسمي في ناس منكم تعرف كيف بحل؟ بعينه خلاص عده 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 تعبده دين ها ها بل طلع كله عشان هيئنا ساد هاي وين الآي فوق؟ قوة كم واحد؟ خطي طرد طب والحفل اللي حواليها سيبك ونالدين ثابت هاي صراح محمد؟ صراح خلاص بس في ناس دي معك كيف 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 ساد كيف كيف والله ما فهمت شيء فضل فضل خابي فضل فضل هاي عميحور واي ها بس خلينا من نفسي اكتبه كمان مرة ليه من نفسي امسح انا بحب المسح للناس المسح حلو الحركة وهاي عميحور ايش ااي فباجي وبامسح ايه مسحتها شو احط مكانها واي طب ليه هاي هي عميحور واي كده اقنعني وباجي بامسح هاي شو بحط مكانها اكس طب ليش ميعميحور ايش اكس انا يكتعود اكتب ال اكس طب السادة الباقي بامسحها كل ياته بيديش هي اثنين في ثلاثة على واحد باثنين ما كله في النهاية بدو يطلع مقدار شو ماله طبع في ناس عزينا خسادة ثابت حط فوق ولا تحت مش فارقة عندي يعني هانا صار كونستانت طلع شون علاقة هاي خطية طردية بدري زميلك زمان زمان صار بخلص لانه خلص عارف اللعبة وين انت هاي هان هاي المهمة هاي مهين بيني اينك عينك وين طلبست قوة كم خط طردية بس تحت السيطرة نفس السؤال نفسه بدي ترسم العلاقة بين ترى جاعة بصمم شغلة حلوة تواضع وما هقولك لان اذا قلت لك خلص في ناس بيعرف قبل ما كمل طلع كيف لعبتي محلا مين الصح يا محمد اي واحد من دول صح ها صح يعني بس انا بحس التفاعل لما تمشي الافلام عطالله في ناس عن جدع هبت بتلاقي با طب انسان مش حاطك اشي اذا برحمني هاي القدم نمت على التنتين كتر النمت حابب ارسم مع ار اه حمودة شو الجواب عكسي نسبي طلع لسي ما خلنيش اشرح عنها قال السيادة عكسي نسبي ما ايها تحت البدك اياها وبعدين قصها موجة بمشفار جامعي واحد اثنين ثلاث مدام تحت نسبي عكسي هاي كان في معرفة استغنى عنها خلص عارف صار هبل سهل صار سرعة ودقة وانا عدنا بدي اوصل السرعة ولازمها ايش دقة السيادة طب عادي مش فاهم يلا عالمسح هاي واي هاي اكس طب هاي وهاي 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 ثابت كله خمس باثنين ثلاثة بدي يطلع ثالفة صفة عندي واي تساوي ايه واي مقدرش غيرت خط الكسري واي كله منزمنيش على ايه شو بالنسبة لي ايكس والعلاقة هاي علاقة خطية طر دي لا والله حرام عليك عشان قوة واحد ما في ناس هيك قوة واحد ولعنها خطية لا العلاقة احترم الكسر علاقة نسبية شو ما لها عكسية زي السحسينة هيك كرفطة ذكر السحسينة زي كوبي بيس فالجاب شو تطلع دل اقوي قلبي واعطيكو عيار شديدي شوي وعادي اذا شفتها غلبتك بس نيجا حس التفاعل انكش نقول الساد بس ركزتها على اخر فكرة حكيتها يعني هذا العيار شو بنسميه ثقيل اثقل بين هيك ما فيش وعد وعد اجرب محمد واشوف هاي الرمز بي من الموضوع القانون وهي دي وهي هيك وهي هيك كمع مرة مين الرسم الصح من الاربعة هدول جاوبني يا حمودة الف واللباء واللجيم واللدال لهذا القانون هيك شو رأيكم مين صح؟ جيم جيم يا رجال وجاء محمد قدامك شوف كيف بس يتعب الواحد ويناس طب ليش اخترت جيم ها صح النوم هاي قدامكم بس هاي مباشرة بالله محمد عمدا اخلطت والله عمجة والله هي عمجة كيف يعني مش بتهبل الاستاذ جيم طب شولي شايفه هان عشان تحكي ايش يا شايفني حاط زمان حاط اشي لا يعني في ناسيك اه 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 وانا بستنى بيتفاولتلك عمدا عشان يصيروا صحصه اه فعلا يا الوقت ابتترو اتوقف على المرأة زيك بطلطش حالك كفت بلك راجع علي هاي على طول اجوي قلبي اذا قلتلك مع ار خدناها ناسف بطلع اللي ماخدناش مع واحد على ار يلا يا كبار هاي بدها دكتور رايحي تدرس طب دكتورة بس شغل دكاتر رايحلوها جاوب حبيتك طب ليه استاذ شوف اذا العلاقة بين بي وار مع انها مش عارفة نش تحكي بالفيزياء علاقة عكسية عكسية يفترض بين بي وواحد على ار كن طردية هذا كلغة بدون شرح صح طب ممكن تثبتلع طريق تكدودين اه ممكن بس ممكن علمك شغلة محتاجة اسمها صورة مرنة يعني طلب مني هو قلبي بديش مع ار بدي مع مقلوب الكمية شو العلاقة بين هاي ومش الكمية مقلوبها حلو اه السادة عادي لو كتبت القانون هيك وسحبة ار واي رقم في المقام بسط واحد هل في كتابتي غلط بالله طلع الدكي كيف برد علي هاي اه في ناس لسا بكون ضعيفة بدايات المادية اصبر اصبر ستضحك على ايام هاي شاء الله هو مرة شرحت كنت ولتين على اللوزي هذا المصطلح اليوم بدي افعله مع طلاب مع التفاعلة يعني بدل ما الطالب يقول السادة انا مش فاهم عليك مفهمتش بيمكن طاقة سلبية للكل يمكن يكون النت قطع عندي يمكن يكون نايم مش حاضر فبينقل الحوالي لا لا انا بكيف برد وبتفاعل مع الطالب ببكتب العبارة هاي ولتين على اللوزي صح كمتين على اللوزي محمد ولتين على اللوزي اسمع كتبت هيك طب ليه اسمع ليه لانه هاي دي الدائرة حطيتها هون انا لما حطيت دائرة هان شايفة هاي بس لو حطيت دائرة هان هو مش طالب ترسم مع ار واحد ار فانا سحبتها لبرا وهاي كلياتها مية بالمية شو فاسة شو بدي اعمل مين هاي واي واي طب الحفل اللي انا ثابت ضرب اكتب واحد ع اكس لا انت شايف هذا كله هذا يساوي محور مين اكس يعني هذا كله يعتب انشال وانزل مكانه شو اكس فواي تساوي ايف اكس علاقة خطية طردية بعلان كبار اثبت لك الناس اللي ما فهمت انه ما حلهم الا بالمسح لالناس المسح محبة مش يزعلهم من المسح يعني ايه انا بحبهم جماعة والدين على الوز ممسح طلع كيف امسح هاي اه حلو شو انزل مكانها واي امسح هاي لا ليش انا ما بدي مع ار مسحها كلها شو انزل مكانها اكتب واحد ع اكس لا سالة لما تكتب واحد ع اكس كانت تقول لي ار اكس هاي كلها اكس اه هس استوعب طب شو هاذ سالة تمسح لي اياه كامل الحفل هاي كل لاياتها تستبدل لي اياه يا دودين بالرمز ايش ايه ها انا هاي الجرعة زيادة يعني ممكن بالتأسيس غلط اعطيها لانه فيه ناس مرات بحكم على المادنة هيك صعبة او نكشة مخلقة والله بس اذا شفت الوضع مناسب فالكوزات بقوي الفكرة هاي عطول يعني بس يطلم مع مقلوب الكمية بدي يكون عندي مروني سحبت الى برة افضل الي على طول تمام هيك الامور تمام وعد طيب عودة عشان اعرفكم على موضوع الميل وعشان ما يعني يكون في ضغط عليكم بدي اعرفكم على موضوع الميل بعدين شو نعمل محمد نتوقف عشان نبدأ بجزء الثالث نحكي في موضوع الميل بس قبل تنساه شون ضل علي جزء هذا اسمه الرسم مين الخاص طرى خطأ احكي عنه اليوم ليه في ناس طبعا الحصة الجاية دعطي كل ذات في حصة التفاعل مع الطلاب صعب اعطي عليها دو كون الطالب عارف شو المادة من جوه بس فيه شغلة حلوة احد الرسمات مقبولنك وصلها للطالب بحصة اساسية راح نناقش داخل منهاج زي ما انت شايف شغلات لا يوجد لها قارون تجمع بينه كمية يعني كش قارون تجمعهم مع بعض وصار بين العلماء اتفاق واصطلاح راح نعرف شوه مثلا زي عملية شحن جهاز موبايل خلوي خلال الزمن تمام يعني انا الان بالطريقة هاي هاي الشحنة وهاي الزمن والدرس هذا ما فيه قانون مش حطيه لي قانون اشتغل عليه انا بكون عارف انه هذا الاصطلاح مرفوض سأل ليش مشيك فيش جهاز بيشحن بسرعة بوصل شحنه للمالة نهاية فاتفقوا اذا بدك تحكي عن عملية شحن جهاز طلع بتجيش تزيد الشحن عليه شوي 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 تدريج لتصل قيمة عظمه بعدين بيثبت سأل برضو ما فهمي عشان هيك منضطر نثبتلك اياها مش بايش بالرياضيات بالتشبيهات ابدأ في تلفون حطيته على الشاحن بعد نص ساعة بعد ساعة بعد ساعة ونص الله بعد ساعتين طبعا انا الان حطيته على الشاحن بعد نص ساعة لسه ما فلل ايه بعد ساعة بالزبط طلع لي البطارية ممتلئة تماما شو اعطاني فل لاحظ الخط ما اعملته مستقيم ده انه مش بسرعة شحن شوي 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 شفت هذا اسمه اتفاق وسط الله طب تركت على الشاحن نص ساعة زيادة على الفاضي شو بيضل فل طب تركتوا ساعتين جماعة بيخرب سيبونا منكم فتطلع فيه شغله اسمه النمو تزايد بعدين شو صار انجيون تبا فهذا كون متن ست سبع رصبات بالكتابة خون الطالب موسع عليهم بالله دير بالك ده طلب عملية رسم افضل خط بين شحن الجهاز والزمن فيش قانون تعارب هذا القانون اقتران ايش اسمه بالرياضيات ملوح مش رياضيات ايش اجي يقول والله عنه والله نسبي عكسي ولا خطي طردي هذا تم الإصطلاع عليه بس هذا مرفوض ومع قناة على انه هذا سريع ووصل ما لنهاية هذا مقبول لانه الجهاز لما يشحن ما بنشحن بسرعة تدريجة شوي 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 وبالنهاية بس اللقيمة اسمها ايش عظمة مثلا نسميها ماكس الشحنة في قلمة العظمة وبعدين بظلوا ثابت عليها بالطريقة فهي وعلم تتوقع الحصة القادمة من كميكوز اعطي الطلاب على الرسم الخاص ولا واحد طلع عليش محمد ما بعرفوه كيف بدي اعطيه وهو ما عندوش معلومات فيزياء هذا سلكنا فيه تسليك يعني هذا لو كان الطالب بعرفوه سؤال مباشرة بقول ديش يكتب واي 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 وين وبتفرق لا اه بعرف الشحن تاع بنيت الشحن هذا بزيد شوي 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 بعدين شو بيعمل بثبات فبكون سميناها هيك اسم النمو والثبات معطيها اسم عشان تضلك ايش انت نتذكر على طول تفقنا تفقنا خلينا نعرفكم على الميل عشان بالفاصل بعديها نكون اقوى شوية من غيرنا في الردة الفعل على السريع يطلب الميل دائما للعلاقة الخطية الطردية يعني لما اسمع احسب ميل احسب ميل هي فقط لمن؟ للعلاقة الخطية الطردية وقتها الميل رياضيا يعرف فرق بين دلتا واي اع دلتا اكس ويمكن في ناس بظل لسانهم عامر باللغات القديمة الصادات على السينات يعني محور واي اع محور اكس فعنا الان اذا بدي احسب الميل قديش بميل بالزبط باخذ فرق دلتا واي اع دلتا اكس بمعنى لو جينا على رسمي زي هاي وحسبنا الميل وطلع معنا الرقم هذا واحد تعرف شو يعني واحد يعني والله العظيم هذا جاي بالنصف تماما يعني الزاوية هاي بتكون تسعين كلها هذا ما صفه بالزبط هذا الميل خمسة واربعين خمسة واربعين طب لو طلع الميل اكبر من واحد بصير هيك طلع هاي واحد واحد يعني مص بالنص اكبر بصير ميل اكثر فزاد الميل شوف كيف زاد مين الميل اللي هي قلت لك قبل شو يعنى واي تساوي واحد اكس واي تساوي اثنين اكس اللي هو معامل اكس واي تساوي كم ثلاثة اكس قاعد الميل شو بعمل بزيد طبع عشان تشعر في قاعدة ضروري تعلمها كل ما قربنا من محور واي الميل شو ماله بزداد عشان تشعر فيها بلاعبة السيسو تخيلوا انت بلاعبة السيسو زي هيك وبلشنا هيش نخوف فيك لو صلت مرحلة زي هيك شان الله نزلوني نزلوني بتشعر طلع هاي شو رايك في ميل الرقم اربعة يلا جيت اعطيتك مسألة بعد شوي A B C D مين اكبر ميل عظيم جدا طب لو كان عندك هون لاحظ الميل شو بلش يقل فكل ما قربنا من يحور X الميل بقل كل ما قربنا من يحور Y الميل يزداد واللي بلعب دور هذا بالنسبة لي الرقم اللي هون اذا كان خمسة مثل زيك خمسة عشر خمستاش خمسة عشر خمستاش اخذ دلتة واي دلتة X بدي اعطيك واحد واحد شو يعني الميل جاي بالنص مية بالمية على طول عشان هيك بيستخدمهم من موضوع التان التان اصلا بيعرفوه المقابل على المجاور واتناقشنا في هذا الموضوع فلاحظ بالله شو بدي احكي لك المقابل اللي هو بالنسبة لي Y على المجاور اللي هو بالنسبة ليش X فلما نيجي نحسب التان مثلا ويطلع معاي الجواب واحد على جذر الاثنين من الزاوية اللي التان اللي إلها واحد على جذر الاثنين خمسة عربين خلص عرفت انو الزاوية خمسة عربين طبعا تان خمسة عربين اه صح صح يعني انا قاعد بحكي عن ساين وكوساين وقت لما احسب التان ويطلع معاي واحد بكون صاين خمسة عربعين معك وصاين مين خمسة عربعين اعطاني طبعا تجيقول استاذ شوف مدام حسبنا التان وطلع واحد هاي نفس الشيء والله العظيم الزاوية هيكم خمسة عربين بس احنا في الفيزا ما استخدمنا ابدا ابدا موضوع التان بالرياضية داما سنحسب الميل ناخد فرق Y على فرق X على طول بصير كونه النقطة تبدأ من الصفر على اعتبار انه احد النوقات شو هي بس احنا خلينا اصلين داما نحكي هاي اللي راح نتعامل مع هالسلوب ضروري جدا يعني بجزء الثالث من الحصة بسهل لازم اكتوب هاي ديكور بكل الاسل دائما وعور على طول هل من سؤال؟ انا بدي اسأل دهيئكم عشان برضو الجزء هذا يكون خطيف لطيف عليكم راح نيجي بعد الفاصل اقول للطلاب بالله دير بعدك اذا بدي يطلب منك فيزيائيا ماذا يمثل الميل فيزيائيا مش رياضية رياضية نحسب يطلع رقم بالفيزياء ماذا يمثل اللي هو معامل ايش؟ X لاحظت؟ يعني رقم اللي جاب ال X كان بالنسبة انه يعطي ايش؟ ميل بدي عارفك على اربعة خطوات الاولى بديك تعرف الميل رياضية زي ما قلت لك دلت وايع دلت اكس الثاني تعبر عنه فيزيائيا حسب المحاور تمام؟ لازم احب شو عرفك هو هاي رسمته هاي واي هاي ايش؟ الثالثة هي الاهم في المنهاج بنبحث عن قانون يجمعهم اليوم نستاذ بسلك بعطينا القانون بنبحث عن قانون يجمعهم مع بعض اربعة ادق خطوة انك تجهز من نسبة لطالبينا هو شو طالب بدي نسبة طلع من شايل قانون يجمعهم مع بعض جمع القوة مع مين؟ مع التسارع بدي نسبة القوة على التسارع يعني بدي اقسم على ايه اقسم على ايه فلاحظ نسبة القوة على التسارع بعطي ام طبعا شو ام بالنسبة انها ماس كتلة الجسم فبنصير نحكي تعال نعمل تجربة فيزيائية يلا نعرف انه المثلا كتلة الجسم اذا بتتذكر رقم اثنين كيلوغرام بصير بعمل تجربة نقول طلاب زيد بزيد زيد بزيد بنرسم العلاقة بقولكوا تطلعوا فيزيائيا اثنين يعني في ناس فيهم ما شاء الله شو قاعد بحكي نعتبر هاي واحد اثنين ثلاث هاي اثنين اربعة ايش ستة فهمت على ايه؟ فلما جيت احسب الميل وخلصت الاسلوب طلع الميل مع ايه رقم ايه اثنين يعني نسبة هاي على ايه خد ايه رقمين طب شو هاي الاثنين طب كيه بدي اعرف بالفيزيائي ستة ساد شو القانون بيجمعهم مع بعض؟ انا ناس انه الاثنين هي كتلتهم مش ملتبة ساد هذا القانون بيجمعهم مع بعض اف تساوي ام بي حلو؟ طب يلا بدي نسبة مطلوبة بدي نسبة اف قوة علي بقسم مباشرة شو طلب معي؟ اه صح والله ما هو الميل يمثل الكتلة والكتلة ما هي مقدار شو ما له؟ ثابت للجسم بس بدنا نحذرك بعد الفاصل لما نبلش نحي المسائل تحذير خطير الناس اللي بيحفظوا الرسمي ايش حفظ؟ ساد الميل الكتلة دير مالها اذا انقلبت المحاور تتذكر اول مثال رب ضارة نافعة اذا انقلبت المحاور الميل شو ماله؟ يقلب يعني مثلا بس الرسمي ضلت زي ما هي وفعلا كلام ما ادروه بصح رب ضارة نافعة الرسمي ما تغيرت هيها هو حر قليك بدرسه من التسارح والقوة نقول له غلاص ادبيا هو ادبيا مفروض يحطه القوة بس ما حدش له عنده طلع الاصيل اصيل مخربش عليها بس بعد الفاصل تشخر بيش ده الحلم لحنا ساب بعرفه اول شي رياضيا بعدين بعبر عنه فيزيائيا حسب مين؟ سؤالي مش اللي انا حافظه في على Y تسارح في على X F نعجقت شو القانون بيجمعها هايو طب انا بدي اشتغلهم قدامكم احسن طب السام هو بده نسبة اقسم ايه على F عادي عادي انت لما تقسم على F هون صير في عاجقة خليك اصيل قسمت على M خليك اصيل فهمني عفواen على ايه على ايه؟ طلع قلت لحالي نسبة القوة على التسارح اعطى ايش؟ عواحد هو بده العكس بقلب الطرع فين؟ الرياح لي نفسيا ها؟ آه ها السفنج المقلب هاا يعني ما بيطلع وقتها اثنين رح يطلع معي واحد عا ثنين طلع ما اجي قولك والله حسبتي الميل وطلع معي الميل فهاي الرسمة هيك واحد على اثنين شو هاد؟ أقول لك صراحة سيدا شوهاي هذي اثنين أصلاً الكتلة فاللي طلع معاك مش الكتلة مطلوب الكتلة لأنه ما حاولت قلبت فالميل شو ماله؟ يقلب فعشان هيكي بس نفوت عن المنهاج بأول درس بتشوفوا إن شاء الله راح أحكي عن هذا الموضوع اللي حافظ الميل كل مرة بيتنكده بغلط ليه؟ الميل لا يحفظ ويشتق بكم خطوة؟ أربعة قلنا وقف الحصة اسمعها منكم من ورا الشاشة وهي محمد معي يعني كل يوم احنا مجهدين شوية كنا مع طلاب الالفين وخمسة شغالين في المكثب بس كانت الحصة حلوة ومع ذلك بالجزء الثالث راح نرجع عن اتنشطنا وياه 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 كنا عن جد الصوت حيث بيكون في الميل واحد يعرف رياضيا اثنين يعبر عنه فيزيائيا حسب محاور السؤال ايه؟ هاي ايه؟ ايه فايف ثلاث ببحث عن قانون مناسبة انا كطالب بجمعهم مع بعض اربع الاهم بجهزي النسبة المطلوبة شو مطلوب؟ بدي ايه ايه اف؟ مش مشكلة سأل خلينا نطلع وليش افها ايه؟ وبسيطة شو بعملك فيها؟ بقلبها فطلع معي كم؟ واحد واحد اثنين شفت الرسمة هدي لو حطيت هنا الرقم واحد هنا اثنين هنا الرقم ثلاث وهي اثنين هاي اربعة هاي كم؟ ستة قلتلك تعال حسب الميل رياضيا خد بطلع معاك الجواب نص هو نص فعليا مش الكتلة الكتلة اثنين مش هاي مقلوبة ايه؟ الكتلة اذا هل الميل يحفظ؟ لا لا وعد ما بنسل كلمة ايه اول وعد بديو وعد نياد جيلة 2006 وعد الميل بسلوب لا يحفظ طب شو بعمل فيه؟ اشتق كل مرة لانه لحظة بوضعه غلط بديو يطلع كل حلي خطأ بعد الفاصل ان شاء الله بنكمل بنحل اسم مع بعض وبنهيئكم للفينيتو فاصل ونواصل بالجزلة موسيقى